الناس عرفت ان فيه بول بيانزل انا حديك تلات هدايا تلات هدايا لله فيه تلات حاجة انا طبعا بدي اتناشر حاجة ترجع الكلة لكن انا انا هديك تلات هدايا ترجع لك الكلا سليم الهديه الاولانية معلقة عسل صغيرة ما كانش عندك سكرة معلقة عسل صغيرة وقطرة من عصير ليمون وشوية مي سنة النبي محمد كل ساعتين تلاتي عسل ساعت انا بدي عليه خلي عشاب من عندي ده بيرجع الكلة سليم ادي العسل والخل واللامون معلقة شعير بقشره معلقة بقدونس اخدر كل ساعتين تلاتة كوباية طب انا مش هادر على كوباية خليها نص طب مش هادر اعمل كل شوي اعملهم كلهم حل الصبح حطهم في ترمس وكل ساعتين تلاتة نص كوباية مغل شعير وبقدونس كل ساعتين بيرجع الكلة سليمة خلال فترة ما يعني خمس ستوش وترجع الكلة سليمة تاني احلى حاجة بقى اه معلقة او نص معلقة صمغ عربي ونص معلقة اللي باند ذكر احطهم على شوية تمام من بليل الصبح وحلهم اللي بمعلقة عسل الصبح اقول بسم الله واشرب والله العظيم والله العظيم ناس جات للعيادة البول كان متحش بقاله خمس سنين نزل البول حنفية نزل البول حنفية وكلية صلاحة لا والمعجزة بقى في واحدة زرعت كيلة وبعد سنتين ثلاثة انتوا عارفين عمر الكلية المزروعة من خمسة لعشرة لا دي بعد سنتين ثلاثة الكلية اترفضت رحوا فتحوا وبعدين عملو لها كيلة جديدة بربع مليون بعد سنتين ثلاثة شالوا الكيلة التانية وعملو لها كيلة تالتة ما احنا هنقطع كلوي الناس كلها وبعدين جسمها بعد ثلاثة اربع سنين رفض الكيلة التالتة شالوا الكيلة التالتة ومن معجزات اللي انخدت النظام معانا والكليتين الاصليتين اشتغلوا الكيليتين الاصليتين اشتغلوا المرضى علموني الأدب احنا درسين في كلية الطب ان الكليا مدام دمرت خلاص حصل لها وفوكل جولي ميرون فريتس وهابلولة وبعدين وخلاص مش هترجع ده اللي درسناها يبقى يتزرع يتغسل طب جرب بقى الثلاث حاجات طبعا نتيجة عندي بقى في غزاء الملكات بيرجع الكليا سليمة الناس كريتينينا 12 الاسبوع اللي بعد يبقى 10 الاسبوع اللي بعد يبقى 8 الاسبوع اللي بعد وهكذا واحدة واحدة طول ما انت عندك امل في الحياة وعايز تبقى انسان كويس هتخيف وبعدين يا سيدي انا في اول شهر بخليك تغسل مرتين في الاسبوع والشهر اللي بعده بخليك تغسل مرة واحدة في الاسبوع والشهر اللي بعده اقول لك يا تغسل يا ما تغسلش اسوأ حاجة انك انت هتغسل مرة واحدة في الاسبوع رضا يبقى عندك 6 يام تشتغل تعيش تحس انك بني ادم تتجوز تشتغل لكن تعيش يوم غسيل ويوم نوم يوم غسيل ويوم نوم تقول لربنا ايه وربنا خلق اكين عشان تنام مش معقول يعني وبعدين يا ريت الغسيل بيدرب بيدر الولد بيخرب خزينة الدولة وبيكلفنا 36 ألف جنيه كل سنة لا ده بيموت الشخص ده لا جواز ولا شغل ولا امل في الحياة انت موته لما بتحول واحد الغسيل انت موته ده غير الادز اللي بتجبوله ده غير شد المية شد المية ده بقى حد صحيح المفروض طبعا البني ادم مدام بيتبول مدام تبتبول ايه واحد يشد منك مية ممنوع صاحب المية مدام المريض بيتبول لا يسده من المريض مية لما يشده منه مية يتشنج ويجي له شد عضلي من كتر الشد العضلي بعد كده القلب يموت عندنا اكتر من 60 ألف واحد بيموتوا على مكان الغسيل كل سنة وبعد نقول لك هومية تريحنا ناخد بقى طبعا احنا عاملين مع الازاعة المصرية ان شاء الله حملة مع البرنامج العام لتصحيح مصار واعادة تقييم الغسيل الكولوي حملة مع ازاعة البرنامج العام في مصر ان شاء الله الاسابيع اللي جاية كلها هنتكلم في اعادة تقييم الغسيل الكولوي ايه الاخطاء وايه البدائي احنا بقى عايزين نعمل شربة لما بيجي مريض بقول له عن شربة يتخيل ان الشربة دي ايه شربة فراخة شربة لحم لا عندنا شربة بالنعناع شربة بردة عندنا شربة اسمها شربة عتس شربة عتس بالجزر بالطماطم بالتوم شو بقى كلام عتس بالجزر بالطماطم بالتوم عندنا شربة بصل بس يعني بصل بس يعني في ناس تخرط البصلاية مبشورة او تقطع بصلاية وتحطها على شهات ماء وتحطها على البتجاز خمس دقائق دي شربة بصل من غير لحمة من غير فراخة شربة البصل دي هاضمة تساعد على النوم لو انت يعني سلقت البصل دي نص سوا وكلتها وشربت شوية شربة وحطت عليهم لقمة كده والله العظيم ده ساعد بعمل ده العشن والله العظيم هو ده العشن بصلاية شوية مية وشوية خمس ده كده لو عندك جزرية زي بعض وعندك وسائزة ما عندك شغير بصلاية شكرا هاضمة تساعد على نوم هادئ عايز تحط على ايه خضر حطه بس عايز تحط على لقمتين عش حطه بس ولا فيها فراخ ولا فيها لعن شربة الخضر العادية بقى جزر وبصل وكذا وكذا